موسيقى مهدي عرفنا بلي عندك تعاون جديد مع ويصال تيريز تكلمنا على التفاصيل دياله هاد العمل بالنسبة للتعامل ديالي مع ويصال هي شانسون سينيما بعنوان سينيما هي من كلماتي وألحاني وتوزيع سكاري مسلاوي الصراحة الخدمة مع ويصال كانت زوينا تلاقينا في أدخافيغ دريس الروخ المخرج دريس الروخ هو الصراحة اللي كان خط الوصل بناتنا حركة الوصل هنا وصافي يعني جاءت لكولابوراتون هكا دوز أرتيس تلاقا وسمعت لشانسون عجباتها ومبعد صافي بدينا كان وجدو لها الكليب صورناه في تنجا مع المخرج أرضوانا كالي دفاس انتو تبخي يعني ان شاء الله في الأيام القاربة ستخرج لشانسون وهدي سيهر ان اكستخيم الوحد للألبوم اللي خدمت عليه الميني الألبوم دي السيد العغاني ان شاء الله لبروشن شانسون تايرة واجدة اسميتها مليت وهي من الحان حميد دوسي كلماتي ستيل مختلف تماما على سينما وعلى قاعدة يستطيع تقبل وديما نكتعفتين عن ديما عزالية الجديدة وكان بغين نتحدى راسي في دي تخوك ونتمنى ان شاء الله لشانسون اللي هتخرج دابة حاليا دي الوصل اللي تعجب الناس بزاف قد اعطت واحد لاتوش دي لزوية منتايا وتبارك الله عليها ونحن متحمسين كيف ما نقوله باش الجمهور يكتشفها ويكتشفها وش ما هو موضوع الأغنية الشانسون تقدر على واحد جوش دي الناس تلاقو في الدخلة دي السينما جوش جايين كي قطعو تيكي شافت فيها شافتو بدا بحدك شي دي الهنود كي قطعو كي قطعو صاف يوم بعد كينين لقطات نتصورنا في تنجف واحد سينما معروفة مايا صورنا فيها وصراحة كان تجربة زوينا واحد فكرة يعني صراحة دي المخرج اللي اللي بدع فيها تهويا سيردوان و سيردوان تبارك الله اللي كان غني على التعريف وش غدي نقول لك كنتمنى وليا الخير كنتمنى وليا النجاح ندير عمل فني ما كان مقاش صافي كان دير واحد العمل كانت طلب و وأطلقه كان يديري نغجي ديالو كان يخليه يدير يعني يعني نشف تفاعوا ديالناس تفاعوا ديالناس ما طلب وما كانت بكين نسترسيه لا نبقاء نهضر عليه بزاف ولا صافي فخليه العمال لو أوقي يدير خدمته أرى غدي عجبه و غدي ما يعجبش و غدي وهضروا عليه و غدي ما هضروا عليه يعني خاص تخليه كيف تعودت من زمان عندما نحن في الزمان شاهدت بزاف الحوايج وتعلمت بزاف الحوايج وعشاك فوى كل دي سكورزق أغنية سنتيمتال او لا؟ أغنية سنتيمتال أجواء للشاول صراحة أغنية طيفية ولكن خفيفة شوية متقيلة يعني خفيفة فهو واحد صنوري تزويونين يعني ماشي تخيست ماشي يعني حزينة وماشي عودتاني سعادة فهو واحد له كوته كوميك في الكليب ونتمنى وإن شاء الله كيف ما قد لك أنا متحمس أنا ويصار متحمسين في بارتا جيوام عندنا إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله خير مهدي ما شفناكش هاد العام شفنا المهرجاناش بزاف في الرباط كان موازين كان المهرجان ديال الرباط عاصمة إفريقيا يعني فيزاف مهرجاناش والكنسي مهدي ما شفناهش حتى السنف علاش واقي لبقي مكتبش يمكن بقي مكتبش يمكن بقي مكتبش يمكن بقي مكتبش يمكن كنقول واقي لا أنا الصراحة كنت رسلت من جبتي هذا الموضوع كنت رسلت الوزارة الوصية وكنت رسلت يعني الوزير المحترم سيمدي بن سعيد قلت له زعمارة وكنت رسلت المحرمة لكن لا أسألت كنت رسلت واقي مكان يعني كان دارت الوزارة دي التقاها في 2022 يعني في الأوائل فشي الله طلع ماشي في دوميل فانتي يعني فشي الله تولى المهم ديالو كانت وقيلة دارت إنسواغي في مسرح محمد الخاميس وطلعت تغنيت أنا وسميها أقريو بقي نعقل وصفيت كل الأخرى لا لا أخير أخير تعمل يباركة على كعاد أنا ما عفتش أنا الصراحة أنا قلت له يعني بغيت نعرف يعني واش أنا ما كان دونش يعني مع مري ما غادي نقدر نعرف أنش كون الأسباب ولا كيفاش ولا علاش مي أنا زمات وصفت رسالة تضلومي الوزارة وصفيت له الله يجزيك بخير يعني شوف لك أنه شي أيادي خفية كي حاربوني باش ما نطلعش الله يجزيك بخير شوف كمو ساسباسو هذا وصفيت شي لكين ماش كانت أجاوب ولا ما كان صراحة أنا ما تلقي تش يجاوب موما أخليت الرسالة خليت كل شي ما تلقي تش يجاوب وصفيت مي أنا شوف أنا واحد الإنسان رك عارفاني داخل سوق راسي أنا شوف أنا شوفي وصفي 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 وضع ثم وحسنا وحسنا بطريقة راقية وصلنا بميساج أجاوبنا سأتعرف خدمتها وستمرنا بأن لا تعمل وزارة تلقي تطاقها فلي قدر منها لجلالات ترقي انتها قطاعات خلاطة وتنطر الرسالات فيديوهات تيتشكوب التي تم إلغاءه وفي نفس الوقت كتلقى فنانين مع أنه في ريبرتوره كانت أغنية وحدة مثلا وكتلقى فقال لسنة المهرجان يعني شيء حاجة كيكوشوز كيكوش دائما كيكوشوز كيكوش كيكوش كينا غير هو شوف أنا عمري ما قدي نقول على شهادة كيطلع وانا ما طلعتش اللي ثلاثة لكل واحد وكل رزقه غير كل عدل بالعكس إحنا التقافة للجميع وإحنا فنانة كيبغيونا الناس والحمد لله ما حاش نظر على راسي يعني خاص يكون الفن والتقافة والمتقافة للجميع تكون إن أكسي سي بي دي تي تكون واحد ديمقراطية صافي ماشي من أي واحد حقه يخدم تالله يجعل ذلك كون عنده وخارن سونية تواحد عنده الحقية خود يرزقه تواوي يخدم ولكن يكون واحد تكافؤ ويكونش واحد ظلم هذي أهم حاجة إن شاء الله خير إن شاء الله سيم هذي كانت منها تجاوبني على تسؤال بصراحة سمعنا باللي عندك شكاية ضد بعض الروابة في المغرب لي مش هورين وش شي شي صحيح ولا المعلومة عندي غالطة صراحة المعلومة ماشي غالطة يعني كين واحد شكاية الدارت عند القضاء يعني بخصوص لا تدل الروابة يربي جوج دل الروابة وواحد مو تدير شطابق كان كينتعامل دل وحد شاركة كان كينتعامل مع المكتب المغربي الحقوق المؤلف هذي شكاية فيها السب والقدف والشهير والبت في المعطيات الشخصية والتهديد يعني فيها بزاف دل الحويج وزع ما سما في مالوكورغ مني هذو كينتعامل بحالي بحالهم يعني خرجوا بدوك تصريحات ما تنعرفش نو السبب وراء 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 وفهمتي هذي الشيكاية أنا وصلني خبر أنك وضعت شيكاية بعد الفنانين ما نقدرش أنا نذكر الأسماء ديالهم باش القانون يأخذ مجراء وعني كي ما عرفش شنو السبب السبب أنا الصراحة ذلك شي كين شوية الغموض حيث الناس ما عنديش بيومشي علاقة شخصية ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش يعني بطريقة شخصية هما معنا في الدومين كيف ما أنا في الدومين وصافيتش لي كين أنا كان عندي واحد أفكار بغابوغل واحد القانون 25-19 اللي متعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف ويعني كانوا عندي شي اقتراحات كيف نعطيتهم للوزارة أنادك وقدرنا عليهم وكانوا شي أمور متعلقة بالقانون شي أمور كانوا يعني خصوا حد النقاش ممكن من أشد يعني هذا المعارضين شي حويج ماشي القانون كامل القانون بالعكس يكون من بعد مش كنا كنا درنا يوم دراسة في البرلمان مع المعارضة خرجنا الصحفة درنا بزر الحويج يمكن هادرتي ما عجبت شي ناس ما عجبت شي مسؤولين مور عوقلة بشي فان جوغ من ذاك شي كان في أفغيل باقي العقل في ماي خرجوا هادرواببا هادو يعني كي يقول بأنك انت ما بغيتيناش نخدموه ما بغيتش يعني الأمور تقاد انت بغيت يزعم هادش بغيت يبقى كيف ما هو بغيتش الفنان المغربي زي القدام ولا بغيتش انا بالعكس انا نظر على المصلحة العامة ماشي على مصلحتي انا القانون ماشي ديالي والمكتب ماشي ديالي المكتب ديالي اي فنان في المغرب عنده الحق فيه يعني ماشي ديالي انا يا ولكن كان واحد الخلط في الافكار دياله وكان شئ امور كان سماعه دوك الفيديوية انا مادرت والو وانا عندي ايمان كبير في القضاء المغربي لماذا باش ندخل في ذاك المستوى بقى ندخل في ذاك المستوى وهم لا كان عندهم ما يفيد يجيبوه في المحكامة ذاك الساعة من البعض ونشوفوه اما انا بنسباليا هادش كله كان مخصوش يكون يعني حشوما احنا كافلنا نوصل لذاك المستوى ولكن اعطالله وليكوانس ذلك الهدراء اللي قالوهما وليدارو كان ذك شي كتير علي انا يا انا على نفسيتي على كارير ديالي على خدمتي وذك شي ماشي سهل وكش عشي نحسي راسي تضلمت ومشيت للمحكامة وكيف ما قلت لك انا عود نقولها ايماني كبير في القضاء المغربي ان شاء الله باش ناخد حقي ذا بالموضوع اراع الدنيا بالعامة تكشيرها غادي ولكماله لله انا انا حاجة اخرى اللي بغيت نأكد عليها في هذا الموضوع معجبته انا كنتمنى من المسؤولين ينقيوا شوية هاد المشكيل وكما نحسي من الانستغرام والفيسبوك والتيكتوك المعيار والسبان والمعاطية موسيقى يجب ان الانسان يجب ان يجب نتكلم معالجة للمشكلة لأنه لا تستطيع اننا نمشي نحن لدينا صغار بعدها نحسي من الدخول عندما نراه شيئا موتي كل حمد تشغيلنا بشكل موسيقى ونحن نقول اننا جميعنا على بلادنا أو الوطن نحن نريد ان نكون المغرب مجموعة ونفعل ممارك أمام مغرب ونرى شيء ما يحاولون المغرب هم عشرة الأشخاص الموجودة؟ بمعشرة الأشخاص بمعشرة الأشخاص أرى هم عشرة الأشخاص نتعرف عن مهتمة أو يدير الفضائح أو يدير البوز لكي يخدم إذا لم تفهمت إذا كانت تخلطت الدعوة هذه هي مشكلة، يمكن أن تفارد نفسه هذه العشوائية التي تنقشها بها قوانين ثارمة ويقوموا بأمور لكي يتم تبقى سنوات تفاهيات العامة في مصر هناك قانون يستطيع التمثيل ويقوموا بأمور لكي يمثل وحتى لو قاعدت النقابة تتوقف لهم تتمنع لهم المشاهد لا يمكنهم أن يدوزوا هذا المؤثير وماذا نظرك؟ المغرب لا يحتاج في حل القانون ولا لديك مشكلة، يمكن أن يدير كل شيء لا ترى، أنا أظن أن أي شخص عنده موهبة عنده موهبة عنده موهبة أنا أقول لكي لا يوجد الحق أقول لكي لا يوجد الموهبة وداخل كيف ما نقوله إحنا يسنطيحة وباقي يفرض راسه بأمور أخرى هذه أنا خاصة ما يكونش عنده الحق حيث ذاك سيؤثر على الناس كي يقول لي مؤثر حيث مؤثر فيها إما بوزيتيف إما نيغاتيف قدر يكون مؤثر بالخير كيف قدر يكون مؤثر بالكوارث قالوا أنا نفضل إلا كان إنسان يدخل يؤثر عليها كمغني أو كمؤثر أو كفنان أو كمسرحي أو كفنان تشكيلي يؤثر عليها بشي حاجة بوزيتيف بالفن دياله ولكن تكون بوزيتيف أما لكي يدخل لي واحد الوثاويس واحد الأفكار واحد التخلف كيف ما نقول تطور في التخلف ما كي لاش قالوا خاصة داروا قاورني حيث أولاد فوضى حيث كينا فوضى دابادا ستين يغجونس ما بقعت حيث سيناورا ولو كنشوفوا شي كواريد اللي غنخاف وغننخافوا نشوفوهم 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 بدينا تيك توك قالوا كين كين خاصة تقنين دلتشي وانا كيف ما قلت لك أنا ماشي ضد المواهب موهبة الحقيقية اللي عندو ما يقول اللي عندو ان كنتينو أغتيستيك ولا عندو موهبة فنية كيف ما كان نوعه في الرقص في التمثيل في السينيما في أي حاجة مرحبا ولكن ماشي موهبة ديال السب والقدف والتشهير والمعيار والنهارة أعراض عباد الله لا هذي ماشي موهبة هذي تخر بيقى هاد شيريكي سينيهدي كان نظن عنك شفت الطفل هريم اللي كانت بغا تزرع الكابت ديالها وتخلى على والدها شنو رأيك في هذا فتش اللي واقع وش غادي نقول لك شي دابة هادش ديال طفل هريم أتشاركين دوبيتوشوخ رعا يردبوا لينك نشوفوا هادش معدبة التواصل مواقع التواصل اجتماعي والغيز وصوصي أتشاركين دوبيتوشوخ كين ارما كنش كنردول البال وما كنش كن هضرو عليه وش غادي نقول لك الله يشوف من الحالة وزا ما هادش مأساة كالضروف الخاطر احنا داوين عليه يعني انهيار القيم وانهيار المبادئ وانهيار الأخلاق وانهيار تام يعني را العشوائية من كتولي راتش تال عشوائية تفلك وتال ايموسيوني كتولي جبانش ك خس واحد إعادة النظر فتش حترا بلادنا إلا قينا غادي نفتيجاه ما غاديش نمشوش بلاسازوينة صراحة الفوء غاديتها هادلي موغاجي قسات حبس وبنسبة البنت شادي نقول لك الله يشوف من الحالة هادش اللي غادي يقدر نقول شوش قدرش قول الأم دياله اللي يتخلش على في آخر لحظة شوف انا ما قدرش نقول الأم تشي هذا حيث الأم غادي نقلس ما غتعود ليه ميات درفو غتعود ليه ميات إسطوار ميات حكاية حكاية وغادي تبقى فيه تهيا هيرا الدكشي كان الهاشاشة كان الهاشاشة عند الأم وكانها عند البنت وكانها عند الأسرة وكانها عند المجتمع ليه الهاشة هرى البنت ليس محفو الكبدات دياله ولكن شوف ندخلتي دفو الأعماق ديالاللي اللي وفوق اللي تعمقتي فيه قادرت قوله راه ما عرفت ففهمتيني لا يبقى كان الماء ما في بوجه هذا شي نحو ولكن ليتعجب التبلا أنا مكن بغي له محد البنت ضحية، الأم ضحية، هذا شيء كامل نتيجة على المنظومة خاصة تقادم له نحن المنظومة الأسارية في المغرب رأى وكد العصاق من زمال، ليس عدابة هل هي رجل كدابايا حالياً؟ هذا شيء يقول لها مسلط عليه الدوء قبل ما كانش كان مدرق وما يبنش هذا شيء يقول لنا أن نشوفه بالعلالي، هذا قتل هذا، هذا دبح هذا، هذا تعصب هذا هذا شيء يبن، هذا ما كنت نشوفه، هذا شيء كان مخبي كان ذلك شيء يطرى في أقادير، يبقى في أقادير هذا شيء يطرى في أي بلاسك يصبح عندك أنت في الصباح لماذا تصافي الوقت؟ هذا شيء مكان غير ذبعنا المعلومة التي وصلت بأحدة لغة PGT وهذا شيء كثير كنت أذكرت في الأول أن أستاذ دريس الروخ كان سبب لقائك مع ويصل بيرز كيف يمكنك أن ترى بعض التعاون مع دريس الروخ في عمل من الأعمال كيف يمكنك أن ترى بعض التعاون؟ أذكر أن ترى بعض التعاون في الأوائل في أول مرة في كول سانتر في 2009 في ذلك الوقت كما نحن لم نأخذ أخوة وحباب إلى يومنا هذا إنسان صراحة طيب ورائع ويقعون بالزبع للناس كانوا معه عدة مشاركات صراحة في الموسيقى، في الكتابة، في الأفلام، في التمثيل حالياً هو أخدام على فيلم جديد بواحد مسلسل سأخدام على اسمه لا أتذكر تيتر أكزاكت سأخدام على السيارة والصراحة كان مري بروبوزيني فيها حيث كنا درنا ولكن الغول ما كانش مئة في المئة، في المستقبل مال جاية شيئاً إن شاء الله جاية سأخدامه كان عجبه كأخصوناج كان عجبه كإنسان يعني أبغل الخدمة نحن نقوموني أصدقاء وأنا مشي شي واحد زعمالي اللي كان أريد أتطفل ولا كان مقابلات مدعسقوا بالتليفون أنا بالأكثر نتلقى معه، نضحكوك ما عندها علاقة بالفن وماشي غاية، عندي بزاف تحابي في الدومين كان نتلقوا باش نضحكوك لم نهضروش على الخدمة لماذا سأخدامه؟ يعني كل واحد يرزقه وماني سأتطفل فرصة سأتطفل فرصة سأتطفل فرصة حيث هو فنان بالعكس سأتطفل فرصة سأتطفل فرصة سأتطفل فرصة سأتطفل فرصة مقبلة سأتطفل فرصة فرصة سعيدة شكراً جزيلاً مرحباً شكراً جزيلاً